اشتركوا في القناة ونحاول إيجاد عقاقير تساعد على علاج الأمراض يتكون جسمنا من عدداً كبيراً من الخلايا المنفردة وتشمل خلايا الدماغ، خلايا الجلد، خلايا العضلات وغيرها من أنواع الخلايا بشكل عام يحتوي جسم الفرد البالغ على مئة تريليون خلية وهذا يساوي مئة ألف مليون بليون تريليون وهل تعلم أيضاً أن جسم الإنسان يحمل في جميع أنحائه مجموعة من الضيوف وهي البكتيريا البكتيريا كائنات وحيدة الخلية تعيش في أحشائنا وعلى جلدنا وفي أفواهنا عندي لكم سؤال، في اعتقادكم ما هو عدد البكتيريا التي تنمو فيه أو على جسم الفرد الواحد؟ أي هذه الإجابات هي الأقرب؟ سأتوقف الآن لمنحكم فرصة للتفكير، دوينوا خياركم أي هذه الخيارات أقرب إلى عدد البكتيريا التي على جسمنا؟ سنوقف الفيديو ونعود بعد لحظات مرحباً بكم مجدداً، هل إجاباتكم جاهزة؟ إن الإجابة دي هي الإجابة الأقرب، ولكن كان السؤال متحايلاً قليلاً، فعدد البكتيريا التي تنمو على أو في جسم الإنسان البالغ هو في الواقع قريب من 100 تريليون ويعتقد العلماء أن عدد البكتيريا التي تعيش على جسم الإنسان هي أكثر من عدد خلايا الإنسان معظم هذه البكتيريا لا تسبب لنا الأذى، بل نحن بحاجة لها لهضم الطعام بشكل جيد، وخاصة التي في الأمعى لكن بعض البكتيريا تسبب لنا الأمراض، فهذه شريحة تبين لنا بكتيريا السل هذه هي البكتيريا التي تسبب مرض السل وبشكل عام حتى نمنع انتشار البكتيريا والأمراض، يجب غسل الأيدي وغسل الطعام قبل تناوله دعونا نقوم بتجربة ونرى لماذا هذا طبق بيتري، إنه مصنوع من البلاستيك ويدعى صفيحة بيتري يوفر هذا الطبق بيئة ملائمة لإجراء التجارب طبعاً هو مصنوع من البلاستيك، ولا يوجد طعام بداخله لذلك إذا دخلت البكتيريا في هذا الطبق فلن تنمو، وعدم وجود طعام يعني عدم وجود مصدر لنمو البكتيريا فإذا أردنا إنتاج بكتيريا، علينا أن نحصل عليها من بيئتنا المحيطة، وعلينا وضع بعض مصادر الطعام في هذا الطبق هذا الطبق يحتوي على أغر بداخله، الأغر هو مادة رطبة ولزجة نوعاً ما، وتحتوي على مواد غذائية مخلوطة معها، ولها هذا الشكل لونها يميل للأصفر، وهي توفر الطعام والطاقة التي تحتاجها البكتيريا للنمو والآن لقد لمست هذا الطبق بإصبعي، هل تعتقدون أنه إذا احتفظت بهذا الطبق لعدة أيام، سيبقى نظيفاً وسطحه مسقولاً كما هو الآن؟ على الأغلب لا، خلال بضعة أيام ستبدأ بعض البكتيريا والعفن بالنمو داخل الطبق، حتى يمتلئ بالكامل لقد قمت بتحضيري مثالاً على ذلك قبل عدة أيام، وهكذا يبدو سنرى أن مستعمرات من البكتيريا بدأت بالظهور على الطبق كل النقطة هي مستعمرة من البكتيريا، لذا كل واحدة تحتوي على ملايين من الخلايا المنفردة والآن سنقوم بتفسير تجربة ممثلة سوياً في الصف لقد لمست أسطح بعض أطباق بيتري الموجودة هنا، وقمت بأخذ صوراً للنتائج بعد عدة أيام هكذا بدت الأطباق بعد عدة أيام ما أطلبه منكم الآن هو موافقة كل طبق مع صورته بعد عدة أيام وبالتالي يمكنك أن تعطي فكرة عن أي من العينات تعتقد بأن البكتيريا ستنمو فيها بشكل أكبر وما هو شكلها ونمط نموها لقد صممت تجربتي بحرصاً للتأكد من شمولها على ضابط إيجابي وضابط سلبي الضابط الإيجابي هو عينة ستعطي النتيجة التي أبحث عنها فعلى سبيل المثال في هذه التجربة، عينة الإيجابية الأكيدة هي بكتيريا تم تنميتها في المختبر وقمت بمسحها على إحدى أطباق بيتري سمنت أيضاً العينة السلبية، وفي هذه الحالة قمت بأخذ طبق لم يزرى عليه شيء وأبقيته مختوماً ولم أسمح بمرور أي شيء إلى داخله هذا الطبق هو عينة سلبية التي يجب أن لا ينشأ بها أي نمو للبكتيريا بعد عدة أيام ما سبب إرفاق عينات إيجابية وسلبية في تجربة هذه؟ ذلك لأنه، ما الذي سيحصل لو بدأت البكتيريا بالنمو في العينة السلبية؟ أي الطبق غير المزروع به أي شيء؟ سيتبين لي وجود خطأ في التجربة، فمن الممكن أن يكون هناك بكتيريا غير مرئية في نفس الطعام قبل بدء التجربة وماذا سيحصل إن لم تعمل العينة الإيجابية جيداً؟ ماذا سيحصل لو أن الطبق الذي قمت بمسحه ببكتيريا المختبر لم ينشأ عليه بكتيريا بعد أيام؟ معنى ذلك أن هناك خطأ في التجربة، ومن الممكن أن لا يكون هناك غذاء أو أن الغذاء غير مناسب سيقوم معلمك بتوزيع مرفق يساعدك على التنبؤ بنتائج التجربة أولاً، تفحص العينات الإيجابية والسلبية للتأكد من أن نتائج كما توقعت ثم قم بتوقع أي من العينات تطابق توقعاتك، وذلك من خلال كتابة اسم العينة بجانب الطبق نراكم لاحقاً عند انتهائكم ومناقشة النتائج مع المعلم كيف كانت دقة توقعك لنتائج تلك التجربة؟ هل لحظت تأثير أقراص المضادات الحيوية في القضاء على البكتيريا النامية؟ العالم بحاجة مستمرة لأنواع مضادات حيوية جديدة فبعد أن يتم إنتاج مضاداً حيوياً، تتطور البكتيريا بعد سنوات وتصبح مقاومة لهذه المضادات، وبعدها يضطر العلماء للبحث عن مضاداً حيوياً جديد ويكون فعالاً في القضاء على البكتيريا مجدداً وبهذا يبقى العلماء مثلي منشغلين هل تعلم كيف يتم اكتشاف الأدوية؟ فعبر تاريخ البشرية، كانت الأدوية تكتشف صدفة ففي عام 1928، كان أليكساندر فليمينغ يحاول إيجاد مضاداً للقضاء على البكتيريا العنقودية الذهبية لقد صمم واختبر عدة مواد كيميائية، لكنه اكتشف المضادة الحيوية الجديد صدفة هذا ما حدث؟ لقد كان في إجازة وكان لديه مجموعة أطباق تحوي على بكتيريا نامية وعند عودته من الإجازة، نمت هذه البكتيريا بشكل مفرد وقبل أن يتخلص من الأطباق، لاحظ أن بعض البكتيريا قد مات أو أنها لم تنمو بالأصل أتعتقدون أنها لم تنمو لوجود بعض المواد الكيميائية التي اختبرها في تجربته؟ لا، في الواقع أتضح أن تلك الأطباق التي لم تنمو بها البكتيريا احتوت على عفنا متأصلا فيها فقد بدأ العفن بالنمو وبإنتاج مادة بإمكانها القضاء على البكتيريا القريبة منها فهل بدأ بإعطاء هذا العفن للمرضى محاولا علاجهم؟ لا، فهذا قد يسبب لهم التهاب عفني ما فعله هو تنقية هذا المركب الكيميائي الذي كان ينتجه العفن والذي أصبح يعرف بالبنسلين وهو مضاد كان يسمى بالدواء المعجزة لأنه فعال في علاج مرضى الالتهابات البكتيرية ولكننا لا نريد الحصول على اكتشافات بالصدفة لذلك نصمم تجارب حيث نجمع مجموعة من المركبات الكيميائية المختلفة ونقوم باختبارها بطريقة منظمة لمعرفة أي يعطي النتيجة المطلوبة مثلاً القضاء على البكتيريا اليوم سنقوم بإجراء تجربة في الصف ستتعرفون على مضادات حيوية جديدة لعلاج السل سنأخذ مجموعة من المواد الكيميائية ونرى أي من هذه المواد يقطع على بكتيريا السل لكن أريد منكم تدوين تخمينكم عن عدد المركبات الكيميائية التي يمكن أن نختبرها في تجربة كهذه في المختبر الآن بسرعة وبدون توقف استجل أفضل تخمين أن توصلت إليه الجواب هو 400 ألف هذا هو عدد المركبات اللازم معالجتها في تجربة كهذه للحصول على دواء جديد أحياناً تقوم شركات باختبار مليون أو مليوني مركب مختلف قد تتساءلون من أين تأتي بعض هذه المركبات بعض هذه المركبات مصنعة وهذا يعني أنها صنعت من الصفر على يد كيميائيين وبعضها يكون طبيعياً وهي التي نجدها في الطبيعة حيث تنقى وتعرف تركيبتها لمحاولة معرفة ماهيتها تماماً سيعطيك معلمك مادة كيميائية لاختبارها في تجربتنا لهذا اليوم وأريد منكم أن تلقوا نظرة على التركيب الكيميائي للمادة التي بحوزتكم هل تعتقدون أنها منتجات طبيعية أم صناعية؟ هل صنعت على يد كيميائيين أو وجدت في الطبيعة؟ لديك دقيقة للتفكير ثم ضع دائرة حول الخيار المناسب من الصعب تمييز ما إذا كانت المادة من مصدر طبيعياً أو صناعياً من نظر لتركيبها أحد الأدلة هو أن المنتجات الطبيعية تكون أكثر تعقيداً من تلك الصناعية وذلك لأن المواد الكيميائية تكونها كائنات تحتوي أنزيمات تساعد في التفاعلات الكيميائية المعقدة وبشكل عام من الصعب بمجرد إلقاء نظرة على التركيب تمييز ما إذا كان المركب طبيعياً أو صناعياً ونحن نهدف لاختبار بعض المواد لإيجاد مضادات حيوية جديدة للسلة هذه الأدات تسمى ماصة مدرجة وهي تستخدم لنقل المواد الكيميائية إلى أنبوب الاختبار حيث يمكننا إجراء التجارب في هذه الحالة على سبيل المثال إذا كنا نبحث عن مواد كيميائية لقتل البكتيريا يمكننا وضع البكتيريا في أنبوب اختبار ثم نراقبها لنرى إذا تم القضاء على البكتيريا كيف سنختبر أربعمائة ألف مادة في تجربة كهذه؟ لنفترض أننا بحاجة لعشرة ثواناً للنقل المادة من أنبوب لآخر فبهذا سأختبر ثلاثة ألاف مادة كيميائية خلال يوم إن عملت لثمان ساعات يومياً ستستغرق تجربة ثلاثة أشهر لإكمالها لاختبار أربعمائة ألف مركبة لحسن الحظ لدينا أداة كهذه هذه المصة تحتوي على 12 رأساً تنقل عدة مواد كيميائية في آن واحد بدلاً من استخدام أنابيب اختبار أستخدم طبقاً متعدد الأوعية وهو عبارة عن مجموعة أنابيب صغيرة مصفوفة بحيث تمكنني من نقل المواد الكيميائية من طبقاً إلى طبقاً آخر لاختبارها هذه الأطباق أسهل للاستعمال من أنابيب الاختبار العادية وعند التعامل مع عينات كثيرة يجب الاستعانة بالروبوت قام مهندسون بتصميم آلات روبوت تعمل بدقة وبسرعة في نقل السوائل من طبقاً إلى آخر مما يسرع العمل وفي الحقيقة أصبح بإمكاننا اختبار أربعمائة ألف مركباً كيميائياً في يوم واحد هنا سنترح سؤالاً إذا قمنا بالتجربة ووجدنا بعض المركبات قد قضت على البكتيريا هل نعطيها للمرضى كدواء؟ هل يسبب هذا أي مشاكل؟ قم بمناقشة هذا الموضوع في الصاف قبل أن نكمل إذا وجدنا أن بعض المركبات تقضي على البكتيريا فهل نعطيها للمرضى؟ ليست فكرة جيدة فالمواد الكيميائية التي تقضي على الخلايا البكتيرية قد تقضي على الخلايا البشرية قام بعض زملائي بتصميم تجربة أفضل لاكتشاف مضادات جديدة وسيخبركم زميلي مارك بري أكثر عن هذه التجربة نحن نعمل مع سارة ستانلي وديب هانغ على اختبار جديد وقامت الفكرة على أساس فحص جميع الأدوية المحتملة وآثارها على الخلايا بهدف إيجاد مركب يقضي على البكتيريا ولا يسبب أي ضرر للخلايا البشرية وهم يعملون الآن على مضادات حيوية جديدة لمعالجة مرض السل والذي تسببه بكتيريا الدران يمكنك أن ترى على الخريطة المناطق الأكثر إصابة بالمرض وهي تظهر باللون الداكن ويمكنك أن ترى أن المرض هو مشكلة عامة وموجود في جميع المناطق ففي كل عينة سنضع الخلايا البشرية مع البكتيريا وهنا تظهر الخلايا البكتيرية وقد انصبغت باللون الأخضر وتظهر الخلايا البشرية مسبوغة باللون الأزرق سنستخدم المجهر لمعرفة أي من المركبات ستقضي على خلايا البكتيريا الخضراء ولا تضر الخلايا البشرية الزرقاء وسيشكل هذا مضادا حيويا فعالا حين قمنا بالإعداد لهذه التجربة وجدنا أننا سنستغرق في مشاهدة العينات على المجهر وقتا يقارب الوقت الذي استغرقناه في توزيعهم بالمصة المدرجة لكن لحسن الحظ لدينا مجاهر إلكترونية تستطيع التنقل بين العينات وأخذ الصور آليا إذن الإعداد للتجربة يكون كالتالي نضع البكتيريا والخلايا البشرية في كل وعاء داخل الطبق متعدد الأوعية ثم نضيف مركبا كيميائيا مختلفا إلى كل وعاء ونأخذ صورة باستخدام المجهر الآلي ونشاهد الصور لنرى ما إذا قتلت البكتيريا الخضراء وسلمت الخلايا البشرية الزرقاء ممتاز لنقم بالتجربة باستخدام المركبات التي لديك من معلمك سوف تقوم بإعداد كل عينا أولا بوضع بعض الخلايا البشرية في الأوعية وهذا هو طبقنا متعدد الأوعية الذي سنقوم باستخدامه وثانيا ستقوم بإضافة قليلا من بكتيريا السل إلى كل واحدة من هذه الأوعية حيث سيتسبب ذلك بإصابة الخلايا البشرية بالسل أخيرا سيقوم كل منكم بفحص مركبه الكيميائي فقم بفصل جزء السفلي والذي يظهر فيه شكل مصغر للتركيبات الكيميائية وحضر عينتك بهذا الشكل ثم اختر إحدى أوعية الاختبار في الطبق متعدد الأوعية وأضف مركبك الكيميائي لتلك العينة ثم سنقوم بتحضينها لفترة وجيزة سوف يقوم معلمك الآن بوضع ضوابط إيجابية وأخرى سلبية للتجربة وسيكون الضابط السلبي عبارة عن ماء ولا نتوقع أن يقتل الماء البكتيريا بل قد تنمو بشكل أكبر عند إضافة الماء إلى وعاء الاختبار سيكون الضابط الإيجابي ريفون بيسين وهو مضاد حيوي فعال مستخدم حاليا ضد مرض السلة ويتوقع أن يقضي على البكتيريا مع إبقاء الخلايا البشرية صحية بما أن ريفون بيسين ضابط إيجابي جيد ومضاد فعال قد تتساءل لماذا نبحث عن مضادات جديدة لا تنسى أن البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية بشكل مستمر ويوجد سلالات من السل لا تتأثر بالمضاد الحيوي ريفون بيسين فعلينا إيجاد مضادات جديدة من المهم الاحتفاظ بسجل معلومات عن أي تجربة نقوم بها لدينا هنا مدوانة مختبرين تساعدنا على متابعة كل مركب كيميائي ومكانه في أنبي بالاختبار لقد وضعت ريفون بيسين في هذا الوعاء لذلك سأقوم بكتابة اسمي واسم المركب في ذلك الوعاء قم الآن بأعداد العينات المطلوبة وحين تنتهي من وضعها في الحاضنة سنتكلم عن كيفية تقييم العينات لمعرفة أي المركبات تشكل مضادات جيدة هل انتهيت من وضع العينات في الحاضنة؟ خلال هذا الوقت سنتعلم كيفية فحص ودراسة الصور من المجاهر الآلية ترى في هذه الشريحة الصورة الحقيقية لشكل البكتيريا والخلايا البشرية تحت المجهر الخلايا البشرية هي زرقاء وخلايا البكتيريا خضراء ونحن نبحث عن مركب له عدد قليل من البكتيريا وعدد طبيعي من الخلايا البشرية وهذا يعني عددا معقولا من الأجسام ذات اللون الأزرق نريد تحقق من أن الخلايا البشرية لها شكل طبيعي لذلك يجب أن يكون شكل الأجسام زرقاء دائري أو بيضوي ولكن دون حواف ملتوية أو أي شكل آخر غير منتظم سيقوم معلمك باستخدام مجهرا آليا خياليا وتزويدك بالنتائج حيث سيقوم المجهر بأعطائك صورة واحدة عن كل عينة لكل مركب قمت باختباره وهدفك هو تقييم العينة وتسجيل النتائج هذه هي المعايير سننظر مجددا أولا من أجل عد خلايا البكتيريا وبما أن هؤلاء تم طباعتهم بالأبيض والأسود ستجد أن البكتيريا تشبه فقاعات صغيرة وتكون أحيانا كبيرة أو صغيرة حاول أن تخمن عدد هذه البكتيريا ثانيا أنت تبحث عن عدد طبيعي من الخلايا البشرية وهكذا يبدو شكلها التقريبي حاول أن تعدها وأخيرا يجب تقييم شكل الخلايا البشرية هذا يعتمد على رأيك مع مراعاة أن العينة تحصل على تقييم أعلى في حال كانت معظم الخلايا البشرية بيضاوية أو دائرية الشكل تقريبا عينات مثل هذه قد تحصل على عشر مثلا أما إذا كانت الخلايا ذات أشكال غريبة فإن العينة تحصل على تقييم أقل ما هو الشكل النموذجي للخلايا البشرية في عينتك ريثما تنتهي من التقييم سنعود لنتحدث عن النتائج بعد أن انتهيت من تقييم العينات وقمت بتسجيل نتائج بعدها سنقرر إذا كانت إحدى هذه المركبات تشكل مضادا جيدا المضاد الحيوي الجيد سيبدو مثل الضابط الإيجابي تذكر أن معلمك قام بتقييم عينات الريثم في سين ويتصف الضابط الإيجابي الجيد بعددا قليلا من البكتيريا وعددا معقولا من الخلايا بشكل طبيعي انظر إلى مدوانة المختبر الآن وناقش الاحتمالات مع الصف لإيجاد أفضل مضادا حيويا محتمل هل هناك أكثر من مركبا جديرا بالاهتمام؟ أو أي من المركبات التي اختبرتها أفضل من الضابط الإيجابي؟ من حصل على أفضل مركب؟ ناقش الموضوع وسنلتقي الآن وبعد أن قمت بتقييم العينات مع صفك كم من الوقت سيستغرق تقييم أربعمائة ألف عينة؟ كم من الوقت سيحتاج الصف لإنجاز مثل هذه التجربة؟ تعتقد أن هناك طريقة أفضل لتقييم تجربة كهذه؟ هل الطريقة التي استخدمتها دقيقة؟ وهل كان إمعانك بها كافيا؟ خذ استراحة وناقش مد ملاءمة القيام بتجربة كهذه بوجود أربعمائة ألف عينة؟ وما المشكلات المترتبة على هذه الطريقة؟ استخدام العين لتفحص أربعمائة ألف عينة ليس مثالياً، فهو بطيء متعب وممل، بالإضافة لكونه غير دقيق وغير موضوعي. في الواقع أجد صعوبة في تحديد ما إذا كانت فقاعة ما هي بكتيريا أم ذرة غبار. يتوجب علينا إيجاد طريقة أفضل للقيام بالتجربة، إلا إذا كان بمقدور توظيف ألف الطلبة لمعاينة الصور بالعين. ولكننا وجدنا حلاً أفضل، فقد قامت مجموعتنا بتطوير برنامج حاسوبي يستطيع تحديد خلايا البكتيريا والخلايا البشرية في الصور، حيث يقوم بإحصاء عدد خلايا البكتيريا والخلايا البشرية ويحسب شكل الخلايا البشرية لتأكد من أنها طبيعية. يقوم البرنامج بتتبع الشكل الخارجي للخلايا البشرية والبكتيرية كما يظهر هنا. هذا البرنامج متوفر مجاناً للجميع، وبإمكانك تحميله على جهازك والقيام بتجاربك الخاصة. يحتاج البرنامج إلى ثلاثين ثانية لكل صورة، ولدينا غرفة مليئة بأجهزة الحاسوب لمعالجة الصور. بوجود هذا العدد من الأجهزة، أصبح باستطاعتنا معالجة الصور من أربعمائة ألف عين في ليلة واحدة، وأصبح القيام بهذه التجربة أسرع. تقوم الآن سارة ستانلي بإعداد العينات لهذه التجربة لاكتشاف مضادات جديدة لمرض السل. وأقوم أنا ومارك بري بالعمل على الحاسوب من أجل تحليل الصور بشكل آلي وسريع، ونأمل أن نجد مضاداً حيوياً جديداً لمعالجة مرض السل. هذه نهاية درسي اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم كيفية استخدام الروبوت والمجاهر والحاسوب لتحديد مضادات حيوية وأدوية جديدة للحفاظ على صحة الإنسان. مرحباً، أنا آن كاربنتر، وهذا هو دليل المعلم حول اكتشاف الأدوية باستخدام الروبوت والحاسب. سيساعدك الدليل في تتبع مقاطع الفيديو خطوة خطوة عن طريق شرح هذا النشاط وتزويدك بالأفكار حول ما يجب على الطلبة تعلمه قبل الدرس. ومن خلال هذا الفيديو سنلقي نظرة عامة على الدرس وعلى أنشطته، وسأوجهك إلى مصادر إضافية في حال أردت القيامة بحصص إضافية لمواضيع ذات علاقة بهذا الفيديو. أنا أحب عملك عالماً لأنني أستطيع دراسة عدة مواضيع مختلفة، وأن أتعلم دائماً وأمل أن يقدر الطلبة على تحقيق إنجازاً كاكتشاف دواء جديد، يتطلب معرفة علمية في مجالات متعددة، مثل الكيمياء والأحياء والهندسة والرياضيات وعلم الحاسوب. وأمل أن يستمتعوا بمشاهدة مختلف مجالات هذا الدرس. أقوم في هذا الدرس بشرح تجربة حقيقية. يتم العمل عليها الآن في معهد برود في هارفورد ومعهد ماستوسيت، وهو مختبر موجود في كامبرج في أمريكا. حدفنا في هذه التجربة هو التعرف على مضادات حيوية جديدة لمعالجة مرض السل. في هذا الدرس سأساعدك بتوجيه الطلبة من خلال النشاطين الرئيسيين. أولاً سيتعلمون مفاهيم البكتيريا والمضادات عن طريق توقع نمو البكتيريا في أطباق بيتري. ثانياً سنقوم بتجربة يختبر كل طالباً المركب الكيميائي الخاص به لمعرفة ما إذا كان يصلحك مضاداً لمعالجة مرض السل. في هذا المجال من العمل وفي التجربة الحقيقية، نستخدم الروبوت في إعداد العينات المجهرية وتصويرها. ومن ثم نستخدم برامج الحاسوب في تحليل الصور الأتية من هذه المجاهر. وفي الحصة الصفية، ستتظاهر بأعداد العينات وتأخذ الصور من مجهر خيالياً نوعاً ما، وسيكون جميلاً لو حاولت الإبداع بعض الشيء. سيستمتع الطلبة بلا شك إذا تظاهرت بالقيام بالتجربة الحقيقية. سيتعلم طلبة أيضاً عن برنامج حاسبي مجاني، والذي يساعدنا ويساعد كثيراً من العلماء حول العالم في القيام بتجاربهم. بعد الانتهاء من أعطاء هذا الدرس، قد ترغب في التعامق في بعض المواضيع. على سبيل المثال، مرض السل وأمراض معدية أخرى، ويمكنك التحدث عن المضادات وكيفية عملها أو عن النظافة. كما يمكنك التحدث عن كيفية تطور ومقاومة الكثير من البكتيريا والفيروسات للأدوية الحالية، وهذا ما يدفعنا للبحث عن أدوية جديدة. إذا كنت مهتماً في استكشاف عمل برامج الحاسوب في تحديد وقياس الخلايا والصور، بإمكان الطلب تحميل البرنامج الذي طوره فريقي. وهناك أمثلة كثيرة حول كافية استخدام هذا البرنامج تجدها على الموقع. تذكر أن البرنامج مصمم للعلماء المختصين، ولكن باستطاعتك اختيار تجربة بسيطة مثل إحصاء عدد مستعمرات الخميرة، وبإمكان الطلب استخدام أمثلة من الصور المتوفرة على الموقع. وإذا استطعت تحضير أطباق عليها مستعمرات خميرة، فبإمكان الطلب تحليل صورها أيضاً. كل ما تحتاج إليه هو كاميرا أو آلة ماسح لأخذ صوراً للأطباق، وبعدها يتم تحميل الصور ليقوم بإحصاء عدد مستعمرات الخميرة في الأطباق. هناك أيضاً برنامج يدعى سكراتش وهو متوفر من معهد ماسا تشوسيتس للتقنية. إنه سهل الاستخدام بما يسمح للطلبات الصغار باستخدامه. سيستمتع طلبة الكبار في تركيب المكونات المختلفة في البرنامج لصنع ألعاب أو عروضاً مرئية مختلفة. وسيتعلم الطلبة بعض المبادئ الأساسية في برمجة الحاسوب دون أن يلاحظ ذلك بشكل مباشر. لشرح نمو البكتريا والمضادات الحيوية، قد ترغب في جعل الصف يكرر النشاط الذي قمنا به بعد المقطع الثاني من الفيديو، والذي قمنا من خلاله بفحص عينات من بيئتنا في أطباق آغر، وهذا يمكن تطبيقه في الحياة العملية لأن المواد ليست باهظة الثمن. فكل ما تحتاج إليه هو أطباق بيتري البلاستيكية وبعض نأم وسيط النمو داخلها، ومن ثم يقوم الطلبة بأخذ عينات من بيئتها من المحيطة مثل صنبور المياه، ماء مغلي، أدراج الصف في المدرسة وهكذا، ومن ثم رؤية ما ينمو في هذه العينات. عندها سوف يستمتع الطلبة بالتأكيد. أتمنى أن تسمتع بتعليم الطلبة عن أهمية المجالات العلمية المختلفة في القيام بمشاريع كإيجاد مضادات حيوية جديدة للأمراض. ترجمة نانسي قنقر